موسيقى احفظ لنا البحرين خلونا نسمع واحد منها السلام عليكم حابة اسأل شلون اتجنب عسر الهضم والشعور بالتخمة بعد الفطور شكرا على السؤال سؤال جدا مهم شلون نتجنب عسر الهضم والتخمة لما نتناول كميات كبيرة من الطعام وبصورة سريعة راح يصيدنا عسر الهضم نصائحنا ابتدوا الافطار بحبات من التمر وكوب من الماء او اللبن بعدها ننصحكم تتوجهون للصلاة علشان تهيئون المعدة انها راح تستقبل وجبة الفطور والاهم من ذلك امضغوا الطعام جيدا وخلوا عنكم الاكلات الدسمة والسكرية ودمتم بعافية موسيقى ان شاء الله تلتزمون بالنصايح الصحية الحين من استشارة ونذهبوا اياكم لمطبخ رمضان خلكم ويانا السلام عليكم نتمنى ما ثقلتوا في الفطور الليلة عليكم بألف عافية مثل ما خبرناكم هدفنا من فقرتنا نعلمكم اشلون تطبخون الاكلات الشعبية بطريقة صحية بدون ما نحرمكم منها المحلبية من الاكلات الرمضانية الحلوة والخفيفة وبعضكم ياكلها في السحور وهذا شي ممتاز بس اوصيكم عشان تكون صحية استخدموا معاها الحليب القليل الدسم وبدائل السكر للتحلية او القليل من العسل او الدبس وعشان تكون صحية اكثر ضيفوا لها المكسرات النية الغير مقلية والغير مملحة اش رايكم تجربون المحلبية بتشوفان بتكون صحية ولذيذة تجربوا تستخدمون هذه الوصفة الصحية للطبخ هذه الاكلة الشعبية عشان تزيدون من قيمتها الغذائية وتقللون من السعرات الحرارية الحين بنروحوا اياكم ليل فنر عساس نشوف شنو مجهز لنا من سؤال لليوم موسيقى مساكم الله بالخير وتقبل الله طاعاتكم خلنا نشوف الفنر شنو مجهز لنا من سؤال اليوم عندي حدوث هبوط بمستوى السكر مريض السكر يجب عليه توقف عن الصيام في حال هبوط السكر تحت 120 هبوط السكر تحت 90 او هبوط السكر تحت 70 عندكم عشر ثواني اتفكرون واتحدون معلوماتكم موسيقى 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 كان محمد يتمشى بين الفرجان لقى رفيجه الدكتور سلمان قاعد ويا رفيجه في الدكان سلم عليهم وكان حد عطشان قالوا له حياك ماء عصير ما ردهم وطلب منهم اذا موجود ماء اهني بيّن علي ان عطشان قال الدكتور سلمان اذا عطشتوا ودفل لسان هذا خطر على الصحة يا اخوان ونصح لبها النصيحة وقال خلوها ترجية بالاذان شربوا الماء باستمرار بتتفادوهم العطش والاخطار وشربوا ثمنت تكوا ضل فترة الافطار موسيقى 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 اشتركوا في القناة